لمزيد من المتابعة تنضب لنا من بغداد دكتورة سهاد الشمري البحثة في شؤون السياسية هل تنجح هذه الخلية في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق؟ مساء الخير لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام يحاول السيد الكاظمي جاهدا إيجاد حلول وقتية أو ترقيعية للأزمة الراهنة التي يعيشها العراق خصوصا في توقيت هذا الوقت من كل سنة لكن الواقع الغاطس بالأخطاء والفساد المتجذر في الدولة العراقية منذ سنة ما بعد 2003 لحد الآن الفساد السياسي والمالي كان يصير جنبا إلى جنب في قضية الطاقة الكهربائية لأن ما رصد لهذه الوزارة هي أموال هائلة باتت هي احتكار لبعض الكتل السياسية وأيضا مما أثارت تدافع سياسي للحصول على هذه الوزارة مشكلة الكهرباء في العراق هي لم تكن مشكلة داخلية فقط هناك تخادم في هذا الملف لأنها أولا وزارة سيادية ثانيا هناك بعض الأحزاب الداخلية في العراق تتعاون مع بعض الجهات الإقليمية لاستنزاف الطاقة وأيضا تحويل الاعتمادات والإيرادات فضلا عنه أنه هناك عدم تطوير في أو تأهيل لمشاريع الطاقة في العراق وبقيت على حالها بسبب الفساد المتجذر والفساد المالي والإداري وفساد أصلا الأحزاب الحاكمة هناك حلول يجب أن تكون جذرية هي أولا إعادة هيكلة وزارة الكهرباء ثانيا ربط الكهرباء مع الخليج العربي ودولة مصر العربية لأن هناك أسعار تفاضلية عرضت من هذه الدول خصوصا جمهورية مصر العربية وأيضا هناك أبعاد سياسية لهذا الموضوع بهذا التوقيت لأن هناك بعض الأحزاب السياسية الرافضة تماما الانفتاح على الدول العربية وأيضا الانفتاح الأوروبي ورافضة سياسة الكاظم وتضع العصي في عجلة التطور والبناء التي يقودها السيد الكاظم فهو محارب من كل الجهات ولا أعتقد أن هذا الحل الذي يناشد به الآن سوف يأتي بنتيجة نرى نتائجها في هذا الصيف الساخن طيب ما هي الإجراءات المطلوب اتباعها من قبل الحكومات المحلية يعني السيد الكاظم يقول أننا لابد من إشراك الحكومات المحلية في مجالي إنتاج وتوزيع الكهرباء كيف يمكن أن تطبق هذه الآلية؟ يا سيد الفاضل السيد الكاظم وكابينة الوزارية كلها محاربة لأنه لا توجد أحزاب سياسية ساندة له تصريحات تختلف مع واقعنا السياسي المتجذر فيه هي الفساد من كل مفاصل الدولة لأن هناك أحزاب سياسية قادة العراق بنت مصالحها ولم تبني الدولة العراقية بدليل أن ملف الكهرباء صرف عليه كما ذكرتم في التقرير هناك أرقام متضاربة من 70 مليار إلى 85 مليار دولار هذه أرقام رهيبة لدينا تجربة ولدينا نموذج هناك دول عربية مثل جمهورية مصر العربية أسست للكهرباء خلال أقل من 5 سنوات وبكلفة 6 مليار دولار وهي أكثر من عندنا مساحة وأكثر من عندنا نفوس وأقل من عندنا إيرادات فإجراءات السيد الكاظم ستكون محاربة بهذه الكتل السياسية الموجودة لأنها لديها أبعاد سياسية أيضا في هذا الموضوع لأنه نحن مقبلين على انتخابات من مصلحة هذه الكتل السياسية أن يبقى الشارع يغني وتبقى الجماهير متحشدة يعني أنت تقولين أن هناك أطراف سياسية لا تريد للسيد الكاظمي أن ينجح في مسألة الكهرباء وبالتالي هو السيد الكاظمي اعترف أيضا وقال هناك جماعات إرهابية لها الكثير من الأعمال التخريبية وبالتالي من هم هؤلاء الأطراف الذين يريدون أن يقفوا في أمام تطور مشروع السيد الكاظمي الأطراف السياسية يا سيد الفاضل هم نفسهم اللي يقودون الأحزاب الآن التي تقود البلد نضيف إلى هذا كله هذه الأحزاب لا تهمها بتاتا مصلحة العراق بدليل أنه هنا تصريح من السيد صباح العلقالي اللي هو رئيس لجنة النزاه المالية قال ما يمر في العراق من هذا الإطفاء التام هم مؤامرة كبيرة كما ذكرت الحضرتك قبل قليل نحن مقبلين على انتخابات من مصلحة الأحزاب السياسية بعضها الحاكمة أنه يبقى الشارع يغليفها بالتالي المواطن أصلا هو فاقد الثقة في المنظومة الحاكمة فسوف يتم عزوف عن المشاركة في الانتخابات فبالتالي نعود لتكرار نفس الوجو في العملية السياسية لأنه بالتأكيد ستدفع جمهور المشاركة بهذه الانتخابات فهذه أوراق سياسية وأوراق ضغط على الشارع العراقي والدافع الضريبة وحده هو المواطن العراقي طبعا هو ليس فقط انقطاع التيار الكهرباء هو انقطاع الماء أيضا لأن منظومة الماء كانت لا تعمل خلال الساعات الأخيرة فهناك وضع مأساوي صعب جدا في المجتمع العراقي ولا أحد يتحرك السيد الكاظمي لا يستطيع وحده ولو هو يحاول جاهدا لا يستطيع حل أزمة متراكمة مثل أزمة الكهرباء وملف الكهرباء لأن هناك سبقوا تسع وزراء أبرزهم السيد أيهم السام الرائي الذي ارتبط اسمه بأكبر ملفات الفساد في هذه الوزارة وهرب من قاعة المحكمة حين بدأت محاكمة بهذا الموضوع نتمنى أن تكون هناك حلول حقيقية وربط الطاقة العراقية بالخليج العربي لأننا بحاجة إلى أخواننا العرب في هذا الوقت الراهن أشكرك دكتورة سوهادة شمارية البحثة في الشؤون السياسية كنت معنا من بغداد شكرا للمشاهدة